اقتحمت قوة عسكرية كبيرة مبنى قائم مقام مية الفلوجة وبرفقتها القائم مقام المكلف مؤيد فرحان وأثار دخول القوة العسكرية هلع وغضب الموظفين في المبنى فيما حدثت مشادات كلامية بين القوة العسكرية وأعضاء المجلس المحلي الذين رفضوا دخولها وقال أعضاء المجلس المحلي بالفلوجة أن وجود قوة الروجر الخاصة مثير للاستغراب ونحذر من استخدامها للسلاح